مدفين كونين نهواه بدر جميع الوراء المحمود والحوض المورود فتحية صباحية لكم مشاهدين الكرام وسنتعرف أيضا على الدروس والعبر التي نستشارع حقيقة من هذه الدكرة الإسلامية المباركة بوجود الأستاذ حمد بن سليمان المعولي محاضر في الثقافة الإسلامية مرحبا وسهلا أستاذ حمد وكل عام وأنتم خير وأنتم صحة وسلام الأم الإسلامية جميعا في خير وتقدم بإذن الله وتحية لكم هذه الطاقات الرائعة في فريق العمل أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ حمد يعني ذكرى المولد النبوي الشريف اعتقد جاءت نابعة من محبة المسلمين أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان خاتما للرسالات أيضا السماوية هنا نتحدث عن أيضا أهمية هذه المناسبة العطيرة المولد النبوي الشريف في التاريخ الإسلامي وأيضا أثرها على نفوس المسلمين شكرا لك على هذا السؤال في الافتتاح وفعلا سؤال مهم ويذكر جانبا مهما حتى ذكره المؤرخون وحتى غير المسلمين من المؤرخين أن هذا النور الذي سطع في مكة أكرمه الله سبحانه وتعالى فجعله يخرج الناس من الظلمات إلى النور وغير مسار التاريخ ومجرى التاريخ التاريخ كان والعالم كان ماشيا إلى الهاوية ثم جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت نقطة تحول إلى الأحسن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه لقد منى منى ونعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وقبل كيف كانوا وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين يعني لا أحد يشكوا مبين وواضح بقلاء أنهم كانوا في ضلال ضلال عقدي ضلال فكري ضلال أخلاقي إلى آخره من هذه الأمور فأولا غير العرب وهي البيئة الأولى قومهم وأنذر به قومك ثم بعد ذلك هذا النور أخذ يتمدد في العالم حتى الذين لم يؤمنوا برسالته تأثروا وتغيروا وهناك مؤلفات غربية على سبيل المثال الكتاب المشهور شمس الإسلام تسطع على الغرب والبعض يسميه شمس العرب ولكن العرب ماذا كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين متناحرين متقاتلين كل قبيلة تكون كيانا سياسيا وتمثل كيانا سياسيا مستقلا يتقاتل مع الآخر ويتحين الفرصة لذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ونحن نعرف أن التقدم العلم الذي وصل إليه العالم كانت النقطة الأولى هي دعثة النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ميلاده وتلك المراحل من سيرة العطرة إلى البعثة الشريفة كيف كان الناس كيف كانت مكة كانت تموق بمئات الأصنام والأفكار العقيبة والغريبة ووأد البنات وغير ذلك من الأشياء الهمجية ولكن ماذا فعل به من النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ألقى الله إليه أول فريضة هل بسبب هذه الأصنام قال له أعبد ربك هل أول فريضة أول آية نزلت قالت له وحد الله أترك الأصنام لا قالت له اقرأ عجيب اقرأ طيب علم إذن دين علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعقى الله يعني أولى الآيات تتكلم عن العلم والقراءة وأدوات العلم بالقلم وغير ذلك من الأشياء طيب لما طلب الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد في حياته من شيء معين من ماذا طلب منه أن يزداد من العلم وقل ربي زدني علما لذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووجود النبي صلى الله عليه وسلم في العالم فعلا غير مسار هذا العالم والحمد لله رب العالم طيب سيد حمد يعني أنت ربما تحددت أيضا في معبر كلامك عن أهمية هذه المناسبة العطيرة ولكن وبما أن السلطن أيضا تشارك دول العالم الإسلامي الاحتفاء بهذه المناسبة الإسلامية المباركة العطيرة ما أهمية هنا تذكير الأيال أساسا بهذه الذكرى سنويا عاما بعد عام وأن يكون أيضا حاضرا كل تفاصيل هذه المناسبة وهذه الذكرى في مختلف المناهج الدراسية أو مختلف ربما الفعاليات والمناشط والبرامج التي تقام بين الفينة والأخرى نعم أولا أشكر وزارة الإعلام على حرصها الشديد وحرصكم جميعا على اغتنام مثل هذه الفرص لتذكير الناس بهذه النعمة من الله تبارك وتعالى ثانيا هذا التذكير وهذه الأهمية تأتي في سياق عملي وليس في سياق كلامي فقط فدين الإسلام دين عمل ولذلك ونحن بحمد الله تعالى في عمان ولنا الشرف بوسام من أعظم الأوسمة على أهل عمان وهو مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه ليدعوا قوما إلى الإسلام راح هذا الرجل وأصبه وضربه ورقع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف الحالة سبوني وضربوني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرهم ببلد هناك بعيد عنهم فقال لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضرب الله الكل من الصحابة رموة تشوق إلى هؤلاء الناس الذين يعني يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم وعي وفيهم عقل وفيهم حكمة ولذلك تقلت هذه في المواقف التاريخية يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير به عليه الصلاة والسلام في المواقف التاريخي وأهم الحدث التاريخي الذي قبل أيام حينما ابتلت عمان بهذا الإعصار الإعصار شاهين الذي ضرب جزءا عزيزا وغاليا على قلوبنا وأهلا أعزة في بعض الولايات التي تأثرت من هذا الإعصار ماذا حصل للعماني؟ هل انتظروا نداءات؟ هل انتظروا الحكومة؟ هذا شغل بلدية؟ ولا حكومة؟ ولا وزارة فلانية؟ لا هب الناس مباشرة بدون ما أحدنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو اشتكت الباطنة اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وساء يعني أرقني هذا الأمر لا أنام لماذا؟ ولذلك حتى غير المسلمين وقعت مقاطع منتشرة يعني إنسان ربما غربي تعقب من هذا هؤلاء يا الله يعني يتجهون من ذات أنفسهم تطوعا لماذا؟ إنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا هو الاحتفال الحقيقي كل لحظة يتمثل هذا في أخلاقنا في سلوكياتنا في تعاملنا في أعمالنا في مهلنا فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليست شعار وطقوس تعبدية وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمة الطيبة في الابتسامة في التفاؤل في بث الخير بين الناس في زرع المحبة بين الناس في صناعة الإنجاز الجميل في الارتقاء بأعمالنا في العلم الذي طلب الله كما قلنا منه أن يزداد منه فهذه الرسالة لنا جميعا نعم طيب الأستاذ حمد يعني هذه الذكرة فيها مثل ما ذكرنا الكثير من الدروس والعبر وقبل قليل أيضا سيف سألك سؤال بأهمية تذكير هذه الفئة من الأجيال بعظمة أيضا هذه الذكرة يعني هناك يمكن فئة من الأطفال لم يستوعبوا بأهمية هذه الذكرة ويمكن الآن ما عندهم يمكن الاستيعاب الكافي بهدف الإجازة اليوم أهمية إشراك بالفعل الأهل بهذا اليوم وأيضا استشعار الأطفال بهذه الذكرة نعم فعلا الجانب التربة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقام الأطفال شيء عقيف جدا بين أولئك القوم الذين يعني مرة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مجلسه الشريف ورآه يقبل أحد الأطفال أحد أحفاده صلى الله عليه وسلم فتعجب يعني أعرض همك أن أتقبلون أطفالكم أنا عندي عشرة ولا قبلت أحد منهم قال أملك أن نزع الله سبحانه وتعالى الرحمة من قلوبكم يعني الآن ينادى بحقوق الطفل وحقوق الطفل هذا أعظم منادي لحقوق الطفل وهو يصلي صلى الله عليه وسلم وذكر هؤلاء الأطفال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يطيل السجود لأن أحد أحفاده على ظهره صلى الله عليه وسلم إذن الكثير فيما يتعلق بحقوق الإنسان عموما وحقوق الأطفال خصوصا نتعلمه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا جمع من احتمى بالسيرة النبوية في القانب التربوي قانب الأطفال جمعوا ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه الشريفة وسنته عليه الصلاة والسلام بالأطفال ووجدوا شيئا عظيما وكبيرا جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويسمع صوت طفل في البيت في بيته صوت طفل ويخفف من التلاوة شف يعني يخفف من مناجاته لله ومن تلاوته ومن صلاته بالناس لأجل أن ينهي الصلاة حتى تذهب المرأة التي تصلي خلف الصفوف تذهب إلى طفلها انظروا إلى هذه الرحمة إذن هؤلاء الأجيال نحتاج أن نبث فيهم كما تفضلت المزيد من الشعور بعظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما قدمه للأطفال أكثر وأسبق مما يحاول الآن الكثير من المنظمات أن تسعى إليه لكي تقدم هذه الحقوق وقعلتناك الكثير من الأنظمة والقوانين في حماية الأطفال نحن سبقناهم برسولنا صلى الله عليه وسلم فكان أسبق في تلك البيئة التي كانت همجية لا تهتم بمثل هذه الأمور جميل طيب سيد الحمد أيضا ونحن نعيش في زمن متضارب بالكثير من الأحداث التي تعصف بالعالم كيف يمكن استثمار مثل هكذا مراسبات إسلامية مباركة أيضا في توحيد الصف والكلمة لدى المسلمين على وجه الخصوص وخاصة اليوم نحن نتكلم عن ذكرى مولد النبي المصطفى والحبيب المجتمع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم يسره ماذا منا يسره توحدنا والتوحد ليس شرطا ما يظنه البعض أنه لابد أن يكونك توحد سياسي ويغرافي وما شابه ذلك وإنما توحد هذه القلوب كما نتوحد في الصلاة ونترك هذه الخلافات جانبا وذكرنا الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا متى نزلت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وصار خلاف بين ثنين من المسلمين طبيعي نفوس بشرية صار خلاف على الماء وكان في سفر فقالوا إلي يا رسول الله حصل كذا وكذا فقال سيروا كملوا السفر يعني خلاص ما أنت وأنت وأنا وهو السبب لا كملوا السفر فقال لهم يعني يشتغلون بالعدة للسفر وإكمال الرحلة ونسأل هذا الجامع يعني بطريقة ذكية أيضا فيما يتعلق بهذه الأمة يعني الأمة خسرت كثيرا بسبب هذا التشردم يعني أحد كبار المؤلفين والمفكرين المسلمين ربما كان قبل يقارب قرن من الزمان حينما كان العالم الإسلامي ربما يعاني أشد مما يعانيه الآن من ما يسمى بالاستعمار وهو الاحتلال المباشر العسكري في أراضي المسلمين ويعني ذوبان ثقافتهم وما شابه ذلك فهو يعني هذا المفكر هو أبو الحسن ندوه هو من بلاد الهند هذا المفكر الكبير فكر فيه يعني كتاب يتكلم فيه عن خسارة المسلمين بسبب ابتعادهم عن نور محمد صلى الله عليه وسلم وعن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا خسر المسلمون فغير قال لا إيش ما خسر المسلمون بل ماذا خسر العالم بانحطات المسلمين إذن العالم كله خسر لستم أنتم فقط حينما كان المسلمون أمة واحدة وقوة واحدة وبثت العلوم في كل مكان اشتفاد كل العالم منها سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين كما قلنا من قبل استفادوا من هذه الحضار وإلى الآن كتابهم يصدحون أن شبب تقدمهم وأن الكثير من التقدم العلمي كان النواة الأولى هي إقرأ التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم والذي غير تلك الثقافة التي كانت سائدة بينهم إلى شيء عظيم إذن علينا الآن أن نستشعر ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننال محبة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننال شرف شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن نتناسل كثير من الأشياء ونتقارب في المتفق عليه هناك أشياء يا أخي نحن نتفق فيه ربما أكثر من 93 أو 95% كما يقول البعض نحن متفقون على معظم الأشياء ومعظم الأركان ومعظم أمور الدين بقيت نسبة ضئيلة للإنجليز نتضارب عليها ونتقاتل ونتخاصم على تلك النسبة الضئيلة إذن علينا أن نراجع أنفسنا جيدا وعلينا أن نكون كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله إنما المؤمنون إخوة وقال فأصبحتم بنعمته إخوان ما مقرد جملاء ولا أصدقاء ولا متحالفين ولا إلى آخره وإنما إخوانا والأخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه فكل هذه الأشياء تضع أمامنا منهاجا عظيما يجب أن يغرس في الأجيال ويغرس في الجميع عبر برامج وعبر أمور مشتركة ومتنوعة وليست فقط عبر كلام أو محاضرات أو ما شابه ذلك من الأمور مع أهميتها نعم هذه ذكرة فيها الكثير مثل ما ذكرنا الرسائل السامية ولكن كيف نحن الآن نطبق كل هذه القيم العظيمة في حياتنا اليومية استدعى نعم نطبقه باستشعار هدف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الرسول العظيم لماذا أبعد؟ قال إنما أبعدت لأتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق في عملك مكارم الأخلاق في بيئتك الأسرية في بيئتك الاجتماعية ما هي مكارم الأخلاق؟ مكارم الأخلاق متفق عليها عالميا ما أحد عنده مثلا للكذب أو الغش أو التزوير أو الرشوة أو ما شابه ذلك من الأشياء هي فضيلة هي رذيلة في كل العالم فمكارم الأخلاق يمتفق عليها فلذلك حينما أعزز أنا مكارم الأخلاق ولا أستجيب للإغراءات التي تدعوني إلى الانحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام إذن أنا اتبعت النبي وعززت هذا وأنا أحب أن أجمعها في عدة كلمات على حروف رسول فرسول راء وسين وواو ولام فالراء رحمة فلتكن هناك رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما بس للبشر للعالمين حتى الجمادات رحمة للعالمين الراء إذن رحمة والسين سلام السلام والسلام من أسماء الله والسلام شعارنا السلام عليكم أنت أول شيء بذاتي السلام عليكم هذا السلام هو شعارنا فهل نحن نعيش بسلام داخلي وسلام مع الآخرين بل حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم لما ندخل إلى بيوتنا يسلم حتى على أنفسنا وطبعا المفسرون قالوا يسلم على أهلي يعني هم نفسك فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال أيضا بعض المفسرين إلا تجد أحدا سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين إذن السين سلام والواه وعي وعي فكري وعي عقدي وعي أخلاقي وعي اجتماعي وعي بيئي وعي بكافة أبعاد لكل هذا تجده مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم لحمة وتآلف وتقارب واعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تتلاشى قوتكم شكرا لك وشكرا أيضا على هذا الكلام الطيب حقيقة سعدنا قدم وجودك اليوم معنا في برنامج قوة الصباح الأستاذ حمد بن سليمان المعولي محاضر في الثقافة الإسلامية وكان الحديث حول ذكرى المولد بن موي الشريف صلى الله عليه وسلم شكرا لكم وشكرا لفريق العمل وكل عام أنتم بخير وانتم بخير إن شاء الله تعالى إذن مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في هذا التطواف الصباحي من برنامج قهوة الصباح إلى فاصل قصير بعده نعود إليكم لاستكمال ما تبقى من قهوتنا لهذا اليوم وإله العرش شرفه